إِنَّا لله من هذا الظُّلم وكام افترى للأسف وتجاوز واشتط ابن حزم عائل الأشعرية بشكل عام وهم كما نقول دائماً ونكرر هذه حقيقة هم معظم الأمة معظم أمة محمد أشاعراء لأن معظم أمة محمد سنة ومعظم السنة أشاعراء شئتم أم أبيتم هذه الحقيقة تعجب له هذه حقيقة حقيقة إحصائية تخضع المنطق الإحصائي واضح أشعر يوم ترودية عجيب اذهبوا وقرأوا تراث أبي الحسن الأشعر وصلنا منه كتابه الكبير مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين اقرأوا أبو الحسن حين ذهب يعرضه لمعتقدي أهل السنة وأهل الحديث الممثل أكبر لهم من هو؟ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضوان الله عليه ذهب يعرض لمعتقد هؤلاء أهل السنة وأهل الحديث أحمد وغير أحمد طبعاً قبل أحمد وبعد أحمد وختم بالقول وبهذا الذي نقلنا عنه أو ذكرنا عنهم نقول بكله قال بكله نقول قال أنا أتقلد هذه المعتقدات كلها اعتقاد مين؟ أهل السنة وأهل الحديث هذا أبو الحسن الأشعر يخبر عن نفسه رحمة الله عليه وضع كتاب الإبانة عن أصول الديانة اعتقاده حين تقارنه باعتقاد أحمد بن حنبل الموجود في آخر المجلد الثاني من طبقات الحنابلة لأبي يعلى الحنبلي من رواية الإمام الحنبلي الشهير النبيل أبي الفضل التميمي عصري وصديق وأخ أبي بكر الباقلاني هذا حنبلي وهذا الباقلاني الأشعري المالكي في المشهور شفع ابو ولو شافع بس المشهور أنه مالكي الباقلاني وقال جماعة رأسي ورأس القاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني سبع سنين مخده واحدة أخوة كانوا إخوة وهذا أشعري وهذا حنبلي أبو الفضل التميمي هذا ابن أبي الحسن التميمي قمان مشهور نبيه من الحنابلة أورث عقيدة أحمد من روايته عينة قارن عقيدة أحمد برواية التميمي بعقيدة الأشعر في الإبانة تقريباً شيء واحد ما رأيكم؟ شيء واحد طيب كيف أصول الأشعرية أصول يهودية؟ إذ أصول الأشعرية يهودية فأصول حنبلية يهودية أيضاً هذا كذب هذا كذب هذه نزغات نفسانية وأهواء شيطانية والعياذ بالله لتفريق الأمة ونزعة استحواذية